اليوم خاصة بتتذكر فترة الحرب وقت بلشت الحرب بالغزة وكان في خوف من اندلاع حرب بلبنان وصار بتحس اللبنانية كمان حضرتك عندك اطلالة وكانوا ناطرين حتى المنجمين وحضرتك قلت ما فيه وفي اشخاص هم صار يقولوا طب انو وصلنا ببلد انو بطلنا ننطر سياسيين صرنا مننطر ماجي فرح وكتاب الابراج او المنجمين تما نسمى شخص يقولوا لنا اذا في حرب يا ملاقنا كل الناس قالوا السياسيين كل يلي اعتبرتهم المنجمين يعني المبصرين كله نعتبروا انو في حرب حتى سمعتيا وينما كان بعضونا هلا بقولوا احنا ابواب حرب ومن بين الحرب تصير ونتبهوا وتمون وطلعوا ونزلوا انا قلت له ما في حرب انا ما قلت له ما في حرب لعدة اسباب يعني تحليل لعدة شي فلكيا وسياسيا في عندك اذا بتاع تفهم بالسياسي بصلك زمان عم بتمرسل عمل الاعلام المتعلق بالسياسي بتعرفي انو الحرب منى على الابواب ومنى اي حرب لبنان ميشيل هلأ بتعمل حرب اقليمية والحرب الاقليمية ممنوعة خاصة قبل الانتخابات الامريكية وخاصة لاسباب معينة مقلة يفادي لحدا يعني كانت قراءة صحفية اكتر ايه قراءة صحفية اكتر من علم ابرار حتى كون انا صادقة وانا عادة صادقة في معلومات معلومات من ناس كتير بيفهموا بهالموضوع وكتير لهم علاقات انو ممنوع الحرب باللبنان فيه قرار بعدم توسيع الحرب باللبنان وشفتي انو وقتا بعد ما قالوا بودوا يطير المطار وبدوا يصير هيك والسياسيين يطلعوا اكبر السياسيين يلي هني مفترض يكونوا عارفين بالموضوع طلعوا قالوا في حرب لا ما في حرب الحقيقة انو ما في حرب ضليتني مصرة وطلعت قد ما سمعتها طلعت قرولي كيف تتحمل هالمسئولية قدت انو انا بتحملها لاني انا اكيدة وما صار في توسيع لها وبعد لهلأ بلليك ما في توسيع للحرب اليوم حكي كمان سركيس نعوم عن موضوع مهم وقال انو بيزعل انو ما عدتة اليوم يعني اكيد صرت بتطلع على الشاشات كضيفة بس ما عدتة حضرتك المحاورة اللي بتصطديف الضيف لانو بيتبر انو الفترة اللي كنت فيها على تليفزيون كانت فترة زهبية بالإعلام وبيقول يا ريت بعد ما اجي فرح على التليفزيون بتقولي مثله بتقول يا ريت بعدنا عم بحاور وعند البردامج بتعرفي ما عم بفكر هيك بس اوقات بس اسمع حوارات بيزعل بقول اف هون شو كان لازم يقول وهيك وهون لازم يعملك انا كتير عندي حس وطني ومسؤولية والإعلام عندي منو جسر لشي انا الإعلام ما عملته لا حتى انشه ولا حتى قوصة لاني انا بحبه لانو انا شخص من يلي بحبه يعرفه الحقيقة بحبه يقوله الحقيقة ويضحضه كل شي كذب وغش للعالم بطبيعتي لايك ما بتنجح بمحل اذا مش هو بتجاوب مع طبيعتك اذا انت طبيعتك مثلا تحملي قضايا حلوة تعملي او دفعي عن قضايا حلوة تعملي محامية اذا انت طبيعتك مثلا الدواء بتحب تشتغلي بالدواء والاكتشافات تعملي صيدلية اذا انت طبيعتك بتحب تعالم الطب تعملي طبيبه كل انسان عنده ميول